الوقت الحقيقة في فقرة انا عن نفسي حبيبها جدا وهي فقرة الارتجال ايه لا يحصل فقرة الارتجال ديت هنختار شخصية من مسلسل بصير وشخصية من مسلسل رد اعتبار بنفس شخصياتهم في المسلسل هيرتجلونا مشهد وهنحكم ما بينهم مين اللي اقنعنا بالشخصية بتاعته اثناء ارتجال المشهد ده طب قول من ما شو ممثل ايه ده من شخصية المخرج عادي شخصية المخرج هنقصن دلوقتي حامد شرب بشخصية فرحات ويا شنام يلا مين مستعد فيكم احلى شخصية مين بقى مازم وشخصية كيمو كريم او ياسر شوف انت بقى او ياسر او ياسر او هتختار مين مين هيمثل فيكم ها اتبقوا ها انا مخرج برضو انا مخرج لكبا ادينا جملة بداية ادينا جملة نبدأ بها المشهد يعني ادينا اي جملة نبدأ نكمل بها المشهد هتبقى مازن ولا ياسر ولا خش على الاثنين لا مازن 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 مازن؟ بي مازن بي دي ساكه ايو خليك ساكه طيب مازن طيب استلنا بس فضلوا ايه يعني الاستاذ حامد يوقف هنا اهو والاستاذ ايمن يوقف هنا وانا اقعود هنا خلاص وانا اقعود جنبك هنا ايه بقى المشهد انتو هتمثله ادي 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 كمرتك اهيه بشخصية مازن بي مازن انا اعاش شخصية مازن قبلت فرحات يعني فراحات بصير قبل مازن في ردع تبارض ماشي قالو قالو ايه الفلوسك الكتيرة دي انا هديتك بس مفتاح ايه فلوسك الكتيرة اللي انت بادي ماشي يا باشا لا لسه يلا شمعنا مخرج هيقول اكشن 5-4-3-2-& اكشن يا باشا فلوش كده انت دفعتها دي فيه حد يدفع كل الفلوش دي كده انت عام العين في بنك الحج ايه دا عام ازايك يا فرحات عامل انت تعافني عشنا امال اللي ما عرفها تجهلك يا باشا ما تقولش كده يا باشا العين برضو في المكانها عادة قولي يا فرحات قولي يا باشا عرفت اذا انا دفعت فلوس دي كلها مني شفت اخي يا باشا وانت عملت عد بكاوي عمل بكاوي 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 فيه يا باشا دا انت كنت بترعبني بقى مش او بشراحة اصلا شفت جيبك بوزز فقولت انت معك فلوس كتير فقولت يعني انت شوف ايه الرجل دا يعمل ايه رابو عليك يا فرحات انا مبسوط منك جدا يا باشا ربنا يبسيتك كمان وكمان وتبسيتنا انت كمان برضو فرحات انا عايز منك طلب يا باشا اكي وقصاده ايوة 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 ا هي اختيارات بأي.ونه ياسر هو اللي دامني الفلوس يا فرحاط. مين بقى ياسر ده؟ اللي دام لفلوس يا فرحاط. وو لمشتي كنت مش وراي وشوفتني يا فرحاط. لا انا شفت جيبك باجس ياسر حيار funniestة على جيبك. على فكرة يا فرحاط يعني أنا ما كانش بازل طبي ياسر عشان امشي معاك علي خط انت طالب. طلب مني طلب. قال لي مين ياسر لأجب حاجة للسكر ياسر هو اللي ايداني فرحات وياسر هو الايجابي هنا ياسر هو الدادي الفرحات الدكتور احمس ما فرحات مش باجز اه ما فرحات مش باجز ممكن اتدي له عداء اقول له.. اصداف في حاجة فيه توجيهات المخرج تفضل ياسر مين ياسر مين يا باشي ياسر عيو ياسر مين ياسر L ايه فيه فى اللامبة ولا ايه ياسر زر الكلام ما تقولي يا عمد فضل 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 ما عشان درتجالي واحد تاني مرة مين بقى ياسر دا عشان نبشي معك عالسكة بقى تعرف ياسر يا فرحاط عني ياسر فيه ومفيه ياسرات كتير عني واحد فيهم بقى ياسر يا فرحاط ياسر مين ياسر يا فرحاط عايوا ياسر مين ياسر السنكالوري ياسر يا غدا ما تقول مش صبح مو مش حلو لا لا حلو الحقيقة الكنترول دلوقتي أستاذ أحمد سعداوي المخرج يا ترى مين اللي أقنعك أكتر هل نسأل جمهورنا الجمهور اللي هيختار الجمهور اللي هيختار مين الشخصية اللي أقنعته في المشهد الارتجاري دا هل فرحاط من مسلسل بصير ولا مازن من مسلسل رد اعتبار بس من خلال المشهد اللي اتعامل دا مش من خلال المسلسلات اللي اتعامل ترجمة نانسي قنقر